بالنسبة لي كارزمته رجله رجله هي اللي بتجيب لجوال هو ماردونا كان عنده كارزما ماردونا كان عنده كارزما ماردونا كارزما جبيرة جدا ده ماردونا ملك الكارزما نختلف أو نتفق على مين أحسن لعيب جيه في تاريخ مصر فأعتقد أن حتى المناقشة أو الكلام في النقطة دي يعتبر عبث محمد صلاح هو أفضل لعيب جيه في تاريخ مصر ليه بكل بساطة لأن قدر أنه هو يوصل للتوب لفل للمستوى الأول في كرة القدم وبقى في المستوى الأول لسنوات طويلة ممكن أقولك حقيقة لسه محمد صراح زيرو كارزما أنت أستاذتنا في الإعلام العفف ينفع أن تجيب لحد تحليل تحليل لحظي وبعديها بسنوات تجيب له تحليل لحظي وتقرني ما بين الرأيين يعني مثلا أنت بتقولي رأيك على ممثل معين أو فنان معين الفنان ده كان في الوقت ده ده تخيمك ليه الفنان ده طور من نفسه في خمس ست سنين وبقى حاجة عظيمة جدا بس بيبان من أولها سؤال سؤال ثانية واحدة بس أنا النهاردة جيت النهاردة بعد خمس ست سنين محمد صلاح ده ينفع أقولك أنت ليه غيرت رأيك على فكرة قولي ليه لأن أنت قلت أنه هو زيرو كارزما أنت ما تكلمتش عن مستوافق كرة لا بالعكس تكلمت عن مستوافق كرة طيب أنا بس أقلت ده ده قلت أنه هو مستوافق كرة واحد من أحسن اللعيبة اللي جنب في تاريخ مصر في وقتها ولما هو وصل للليفل ده طلعت قلت أنه هو أحسن لعيب في تاريخ مصر أنا سألي مباشر يا كابتن ميدو أنا أكلمك أن الكرة علمه متعلم هل شايفه لسه زيرو كارزما لا طبعا طور من شخصيته طور من عقليته وراجل اشتغل على الحتة بتاعت مخه يعني فعلا أول ما بدأ كان زيرو كارزما أول لما بدأ هو كان نقصه الحاجات دي الراجل اشتغل على نفسه جوه الملعب وبره الملعب وبقى أعظم لعيب جيه في تاريخ نصر بيقوله من أنت قلت الكلام ده وقتها عشان ما كانش بيرد عليك أنا عمري في حياتي ما كلمت محمد صلاح والله عمري في حياتي ما كلمت محمد صلاح وما قابلتوش في حياتي إلا مرة مرة في سويسرا وعملت له أنفوله على الإنستجرام كمان مين ده؟ محمد صلاح محمد صلاح عندي على الإنستجرام وعندي على تويتر ما كان ده الكلام ده قبل كده بقى خالص والله عمري أنا محمد صلاح ده العكس أم تابع لما كنت زعلان منه وكان زيله كاريزمة خالص أنا بتابع أنا بأقرب أنا ما دلوقتي الناس هيحاولوا بقى يقربوا من كاريزمة بتاعته ولا بأقرب منه ولا حاجة ولا حاجة الراجل أنا مؤمن أن كل جيل لي النجوم بتوهم أنا الحمد لله في جيلي كنت راجل يعني مش بدعي كنت راجل الحمد لله مميز الحمد لله بدليل أن أنا راجل يعني خط تجربة احترافية كبيرة بقى بحسنها ومساويها وكل حاجة تجربة كبيرة جدا الحمد لله وراجل وأنا صغيرة يعني يعني في وقت من الوقات كنت من أحسن عشر مهاجمين في العالم بالدليل أنهم قالوا عليك العالم ممكن تمام ممكن ماشي تمام فكل المتكام على ايه عشان انت عملت تحكي وتألف نسيت طب نطلع فاصل عبر الماكب تنميد ويفتكر القصر خليل كان بيحكيها لي نشوفكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر